اشتركوا في القناة في مكان مبارك وفي يوم مبارك نلتقي لنجدد السكر لله سبحانه وتعالى على ما من علينا من فضل القرآن ويسر لنا نفذه وتدبره فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الحفل الكريم ونجدد التحية لكم والترحيب بكم قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندلو عليكم فقرات هذا الحفل وأولى فقرات برنامجنا افتتاح بالقرآن الكريم مع الحافظ محمد كمين جنق يليد دعاء وكلمة من الشيخ اسمائل ديرات ثم كلمة ترهيبية من الفيدرالية ثم كلمة مدير المركز مركز الفاروق الشيخ أمم ثم تلاوة نموزجية وبعد تلاوة نبدأ في توزيع الجوائز وتكريم الحفاظ ثم كلمة المشري الشيخ أحمد سنوغو ثم تلاوة نموزجية من بعد الحفاظ ثم كلمة من الدكتور الشيخ أبو بكر دكور ثم نسمعنا كلمة من السفارة سفارة القملك العربية السعودية ثم تلاوة نموزجية ونختتمو الحفر بدوائن وختم المسكين إن شاء الله تعالى ثم تلاوة نموزجية ثم تلاوة نموزجية محمد صورة نموزجية ثم تلاوة 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 نموزجية ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن استطاع thought of the task لتكيلا Cafوان لدينا كتابي المزيدة لدينا عدن في آر 10 موالا لدينا جميع المزيدة ويوجد وعبر أجود المزيدة لدينا جميع المزيدة لدينا جميع المزيدة نتأكيد المزيدة لدينا جميع المزيدة ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر أرأيتم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر ترجمة نانسي 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 قنقر شكراً لنقارئ محمد جينيكور الآن نتقوم الشيخ إسماعي الداعة ليلقي كلمته الترحيبية فليتفضل المشكورة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفلقان على عبده ليكون للعالمين نزيراً وصل الله على من كان خلقه القرآن فزكاه ربه بقوله وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْكٍ عَظِيمٍ أصحاب الفجيلة من الأعمة والجؤات رؤساء الجمهيات الإسلامية أيها الحفل الكريم أهييكم جميعاً بالتهية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المباركون إنه لسعادة لأن أرحب بكم في هذا الحفل القرآني العظيم الذي تخشانا فيه الرحمة وتتنزل علينا السكينة وتهفنا الملائكة ويذكرنا الله به فيمن إنده أهنم أهل القرآن أهل الله وخاصته الَّذِينَ وَفَّقَهُمُ اللَّهُ بِهِفْذِ كِتَابِهِ في سُدُورِهِمْ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلِمْ وَمَنَّ اللَّهُ عَلِيْهِمْ بِالتِّلَاوَةِ آيَاتِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا فَمَا أَسْأَدَهُمْ وَأَكْرَمَهُمْ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصوهب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فوردتل كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وأشكر الآباء الذين وفقهم الله برعاية حفزة كتاب الله كما أشكر المحفزين الذين واصلوا الليل بالنهار في تعليم أبنائنا وتربيتهم تربية إسلامية قرآنية صحيحة بعيداً عن الغلوة تطرف وأشكر المسؤولين في ماحر الفاروق على ما يبذلون من جهود جبارة في خدمة أبناء المسلمين كما أشكر كل من دعم هذا العمل النافع المبارك دعماً مادياً ومعنوياً فإنه بحسب ما يتوفر من الإمكانات والتسهيلات يكون نجاح الأمل وإستمرار أيها الحفل الكريم القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد ومؤجزته القبرى وهداية للناس أجمعين يقول سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أذاباً أليماً في هذا الكتاب الكريم أقائد والها وأحكام بينة وموائز بالغة وقصص صادقة وفيه تقويم للسلوك وتنظيم للحياة من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوسقى لم في السوام لها يقول المستشرك الألماني دكتور شمس ربما تعجبون من اعتراف رجل أوروبي مثلي بهذه الطريقة فقد درست القرآن فوجدت فيه تلك المعاني الآلية والأنظمة المحكمة والبلاغة الرائعة التي لم أجل مثلها قد في حياتي جملة واحدة منه تخنئ المؤلفات ولا شك أنه أكبر مؤجزة أتى بها محمد عن ربه ويقول الشيخ محمد رشيد الردى صاحب تفسير المنار لو أن المسلمين استقاموا على تدبر القرآن والاهتداء به في كل مكان لما فسدت أخلاقهم وآدابهم ولما ذال ملكهم وسلطانهم ولا ما صار عالة في معاشهم وأسبابها ألا سواهم أيها الحفل الكريم إن المقام لا يسأ لبيان مال القرآن من فضائل وأحكام وآداب فأختفي بهذا القدر وإنني بهذه المناسبة الكريمة أوسي جميع الطلبة وجميع المؤلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى وإخلاص النية والصدق في الأمل وأن يتأحدوا بالقرآن بالمراجعة والمدارسة وأن يعملوا بما تعلموا من القرآن فإن الأمل هو سمرة العلم فالعلم يحتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتهل كما أهث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم المنتسبين إلى هذه المراكد المباركة وإنني أشكر كل من ساهم في تيسير هذا الاجتماع المبارك من المسؤولين والمشايخ والتجار وغيرهم فجز الله الجميع خيرا نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسداد والصلاة القول والأمل والظاهر والباطل والله تعالى ولي التوفيق وصلى الله وسلم على أبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعطبائه بإحسان إلى يوم الدين إن ننغر مبيه فانجل كابي سلم سلم اللوغر بوري وننام نام الباركي وغالي نابن ننغر هنسيكا كافوتي والقرآن كاسنغا ونكون ياما محمد عليه الصلاة والسلام تاريغم بمسيب ونانا فانجل كابي إركوتا وننام تاباه يول صلاتي لغي نبيا من ننزوغر هنجي والقرآن تاسو بايجي لغا أنزيس غاومنجي والقرآن قرآن يلي تاسو بايجي لغا أنزيس غاومنجي تأعرف أصحابه وغلاب ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 أشترك بالإحلام. إذاً إلى بحبه كل هذا الحذر. ويأتي وفي زيادة القرآن فقط ، يثيرون خلفه كل هذا الحذر . ويثيرون يتغفون ذلك. فهذا يمكنكم إذاً أنهم، أنهم يساعدون كل هذه الحذر أنهم يتغفون كل هذه الحذر. وهذه المعيزة التي تقوم بمحمد صلبي صلبي. وهذا يمكنكم الذي يراه هذا الحذر. فإن تقريره جعل���ي الله في القرآن ، الذين أنهم يتوقفوا من القرآن إنها الأفك漫ي قد لا ترا promoted would be partا pour القرآن نميك إلى مستعد ثقيد Beautiful of the life with all kind. الم kidneys이트 عدا لك بعض الحديث من حصل على النوت ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 وأشكر الحيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم وعلى رأسها الأمين العام الدكتور عبدالله بصفر وجميع الآمنين معه على عنايتهم بالتخريج الحفاظ في بلادنا وأسأل الله لهذه الهيئة المباركة طول الأمر ودوام التوفيق كما أشكر القائمين على مركز الفاروق وعلى رأسه المشرف أحمد سنوبو وشيك أمر العاكب وجميع الآمنين معهم بالتوفيق والصدق وأشكر إخوات الحدور على تشرفهم دي هذه الهيئة المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم 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 وبركاته في المطالب المناسبة إلى سنوصو المشار惜 بهي في الحالة لم соединية أخرى التي يتبع في الحالة الإقامة من العربية المحاسقة للتجينيات المحاسقة في المنطور الأولاء من الوحيد الأمام عندما يتبعون الوحيد للوحيد الأبماري في المتابع المتابع في المنطور الأولاء من الوحيد والحلمات من المتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أيها الجمع الكريم أبادركم بالذي هو خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل اتماعنا من أجل القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام فأصبح به خير الملائكة ونزل على قلب رسول الله فأصبح خير الأنبياء ونزل في شهر رمضان فأصبح خير الشهور ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي ونزل على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس وأنتم لا أتقدم إليكم بالشكر ولكن أهنئكم جميعا أنتم خير الناس اليوم اجتمعتم من أجل القرآن إن الله سبحانه وتعالى لا يخيب أحدا اجتمع من أجل كلامه ومن أجل كتابه نجتمع اليوم لتخريج الدفعة الثانية عشرة لطلاب مركز الفاروق وهذا المركز هو سلسلة في الحقيقة سلسلة من المهام فيبدأ الشكر براعية القرآن الكريم وحامية هذا الكتاب المملكة العربية السعودية التي تخطن فيها الهيئة العالمية فالشكر موصول للمملكة العربية السعودية التي ترعى كتاب الله سبحانه وتعالى وتمد يدها للجمعيات والمنظمات الخادمة للقرآن الكريم فالشكر موصول لها عبر سفارتها في بلاد الحرم في هذه البلاد في دولة بوركينة فاسو فنتقدم بالشكر لسعادة قنصل السفارة سفارة الخادمة الحرمين ببوركينة فاسو الأستاذ خالد الحسين نتقدم له بالشكر نتقدم بالشكر للقائم بأعمال السفارة السودانية الأخ المعذ البشرة ونتقدم بالشكر لكل أهل هذه البلاد وأهل هذه المدينة مدينة بوركينة فاسو ودولة ومدينة وقدوب الذي استطاعت أن تستضيفنا للمرة الثالثة فجزاكم الله خير وكتب الله لكم الأجر ونخصص بالشكر للشيوخ فضيلة الشيخ أبو بكر الدكتور أبو بكر دكري وفضيلة الشيخ إسماعيل ديرا وجميع المشايخ أجركم عند الله سبحانه وتعالى مكتوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وربما يتساءل يوجد في وقدوب مجموعة من المراكز ومجموعة من الحلقات لماذا يأتي طلاب الفاروق من بوب ينتقلون إلى هنا حتى يقيمون حفلا لا نقول هذا من باب الافتخار ولا نقول هذا من باب المن مركز الفاروق يعتبر في هذه البلاد كالشمس لها فهو أول معقل وأول مؤسسة قرآنية في هذه البلاد ومن هذا المنطلق هذا المركز تالع ومؤسس من قبل جمعية القرآن الكريم التي يشرف عليها ويرأسها الشيخ أحمد سانغ فالشكر موصول لجمعية القرآن وموصول لفضيلة الشيخ المركز كل المراكز الموجودة في هذه البلاد وكل الحلقات القرآنية إنما هي فرع من هذا المركز هي فرع لها المركز هو العين والأذن لكل حلقات القرآن ولكل مراكز القرآن في ضركين فاسل ما من مركز ما من حلقة إلا وفيها طالب فيها معلم أو مشرف أو مدير من مركز الفاروق لا نقول هذا من باب المنطل ولا من باب الافتخار ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المركز الحمد لله المركز استطاع أن يحافظ على خطته واستطاع أن يحافظ على الهدف نحن اليوم نخرج الدفعة الثانية عشر وهذا على التواصل لم ينقطع منذ اثنى عشر سنة هذا المركز له خمسة عشر عاما من التأسيس وهذا العام الثاني عشر يخرج كل سنة دفعة فبلغ عدد الحفاظ في هذا التاريخ مئتين وأربعين حافظا فلله الحمد والمنى الهيئة العالمية لتحفظ القرآن تكفل هؤلاء الطلاب توفر لهم كل ما يحتاجونه من سكن ومن هيئة تدريس ومن عناية طبية ومن أنشطة التي يحتاج لها الطلاب ثم أنها تكفل وتواصل دراستهم خلال الجامعات فالمركز تغريبا اليوم معنا أكثر من خمسة وخمسين طالبا يدرسون في البلاد العربية في مرحلة البقلي هاريوس وأربعة وثلاثون طالبا يدرسون في الجامعات الأفريقية حول الناجر وحول بوركينة وحول غانة وحول مالي المركز استطاع أن نمثل بوركينة فاسو وأنا دائما أقول هذا الدول كلها تبحث عن كرسي لها في جامعة الدول العربية نحن نقول لأهل بوركينة المركز استطاع أن يمثلكم في خمسة وعشرين مسابقة دولية خمسة وعشرين مسابقة دولية شارك فيها طلاب المركز في المملكة العربية السعودية في ماليديا في الكويت في دبي في مصر في تونس في ليبيا في تركيا مثلنا في كل هذه مثلنا في كل هذه المسابقات العالمية هذا إن دل على شيء إنما يدل على جدية أبناء هذه البلد أبناء هذه البلد يمتازون بالجدية والحرص على حفظ القرآن الكريم الفضل يرجع إلى أبنائكم والفضل يرجع أيضا إلى أساتذتكم الذين يقومون في هذا المركز على تربية الأبناء وعلى تحفيظهم فالشكر موصول لهيئة التدريس هذه ثمارهم ليس ثمار الإدارة وليس ثمار المشرف وحده أبدا لو لا هيئة التدريس ما استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى الراقي والمستوى المثقن لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فلذلك فهنيئا هنيئا للمملكة العربية السعودية وهنيئا لرابطة العالم الإسلامي وهنيئا للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن متمثلة في أمينها العام نقول لهم هذه ثمارهم وهذه جهودهم التي بدلوها وهذه أموالهم التي أنفقوها إنها لم تذهب سدن إنما أصدعت صنعت حفاظا لكتاب الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يديم هذا الخير وأن يديم هذه النعمة وأن يديم هذا النور في هذه البلاد لا ينقطع أن القرآن الكريم القرآن الكريم الله رخص في السفر أن تخسر الصلاة ورخص في السفر أن يترك الصوم ولكنه لم يرخص في أي ظرف من الظروف عن تلاوة القرآن علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن القرآن لا بد أن يستمر مع صعوبة الظروف مع كسرة المشاكل مع زحمة الحياة لا بد أن يستمر عطاء القرآن وتحفيظ القرآن لأنه هو الأمان لبلادنا هو الأمان لأوطاننا هو الأمان لبيوتنا لو لا هذا القرآن لا يوجد أمان في هذه الأرض فلذلك هو العبادة الوحيدة التي يؤذن لصاحبها يوم القيامة أن يقوم بها فيقول لقالي القرآن اقرأ ورطل لا يصلي العطف يوم القيامة ولا يتصدق ولا يصوم ولكنه يقرأ القرآن نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن والشكر موصول لكم جميعا على هذه المشاركة وجذاكم الله وخيان يا رب أكرم من يئيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى يا منزل الوحي المبين تفضلا نتقوق فقبل يا كريم دعانا اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا شكرا لفديدة الشيخ أمر وهو مدير مركز الفاروق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافيقه ويزيده وبركاته شكرا لكم سنوتي تقولون هي الحكومة المتصادر لإنظار المعارضة dicen الذهاب في البرناس العلوم، ليس لكنة كل هذه الأمر ترجمة ناموة لا أكثر واحدة قال نبيه محمد وليس صامت قال نبيه محمد صلوخ قال نبيه محمد صلوخ ليفقرون إلى حياتية خاصة لهم تغير من محمد كما تعود إلى تعلم أول إعجاب الكربية فقط فإنهUpdate عن المركز من المعرفة فإنه يتحدث فكرة يقول لكياه الصديق تسمم معك وقفتحنا نفسك فكرة وقفتحنا هنا لفرق من وسما سبحانونا يكون الظرف و Lud Termin مقرارك 리بام الربية ساودية بحاجة الربية ساودية وطنور على ممتاز قلت القناة يشهدوا كل منذ ينبغي قرار بي. فذلك ليت تأثق، يقولون سودان الإبساسيب للحديث كانت إلي فرصيصات الإبساسي للمنجم الآخرين في موينبق ، وليس يلد بيعاموا فقأ قرسل من العلوم ويقولون أن الجديد أن هذا المهم يقولون أن هذا المهي يتعرف احدا وجدنا سيدنا سيدنا كل جديد من جديد من اليوم تمتلك في وقت طالب وصحرة الذي يجب أن يكون فيغراسته وطيراً لا يكون قد يتحدث بطبيعة الطريقة والد выполسية في المركض المخرج في المجددا والدقاء من المركض المخرج إذاً لا ي packed up santre إنه في هذا شيء نظرة في النساء الس sticking أنني شاهدتها في النساء من أن المكن cidade في المربعوب، فأي هنا في المارcas الذين أجل ونظر إلى المناطق śm Bir use إلى المربعوب، في المح命 الرسال من أنه يزرضت لي كل بذريق هناك أرّnas السمائن أن يؤچه المناطق ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر وربطنا هؤلاء ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر صدق الله نانسي قنقر وربطنا نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الذي ساهمة وكذلك نانسي قنقر وكذلك نانسي قنقر وما دوركم نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نرجسي قنقر المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة لدينا klassرج اللعودة limpoperة لدينا علم نصيد الزجار لدينا عنه kolejظرة تعرفة لدينا نحق عندما نه individنا نقول الهديون محمد نرسل من الجحن يدينا ترجمة نانسي قنقر 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 لكن الموقع يشعر أنه لذلك تعالح لتشعر آخر لذلك السيدة هي تستغطير الميزة للتعامل تربيع الموصدر نجوم في المنزل ونتموت سيدبه سيدبه من سيدبه السيدبه سيدبه سيدبه للمشاهد سيدبه كلما رجاء سيدبه 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر منظمة الأدفرة أن تكون مفايزة لنهاية وبدأت من أحد الأرض ولكن مدعنا حيث أن أدفعون تكون من أحد الأرض ومتتعون الأمن تكون وقت الشرس قليلاً وكانت تكون مفايزة لأنها ستترت وستترت وكانت تترتون إلى الأعمار ست exploited فإن البداية تكون حولية اللعبات بإعادةavenة لم يكن مقصد لماذا أحدثت أنني جاءت هناك من هنا في الشيخ علي أكبر هناك ويشدتك على الهدفة شيخ علي أكبر في الشيخ علي أكبر إنه لا تتكلم هناك ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 أحتى وسائل الباب بالتحليل وقبل نุحقي الآن وقبل نجلك الباب بالموشين وقبل نجلك الباب بالموشين وقبل نجلك المنزل المترجم للقناة 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 شكرا للمشاهدة 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 انتبعوا فيه المصديد من الولوجودية اشتركوا في القبيان من ق Having said that ادفعوا في القبيان السماجة ادفعوا في القبيان بسم الله اللذي يُبْتَدَى بِاسْمِهِ كُلُّ بِدَيَةً لأن كلامر زيبال إلا يُبْتَدَى بِاسْمِهِ فُوَ أَبْكَرٍ مَنْزُوءُ الْبَرَكَةً وَوْسَلِّي وَوْسَلِّمُوا عَلَى مَنْ بَاسَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَهِدَيَةً لِلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ إِخْوَانِ أَخَوَاتِ أَبْنَاءَنَا وَبَنَاتِنَا مِنَ الطَلَبَ وَالطَّالِبَاتِ عُوْزُرُونِي إِنْ لَمْ أَذْكُرِ الْأَسْمَاءِ فَأَنَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي مَنْ يَسْتَهِقُ وَأَنْ يُذْكَرَ بِاسْمِهِ فَيُشْتَرْهِ عَدَاءِ السِّلْكِ الْدِبْلُومَاسِي قُنْسُلِ الْمَمْلَكَةَ الْعَرَبِيَةَ سَعُودِيَةَ قُنْسُلِ جُمْهْرِيَةِ السُودَانِ سَعَادَةِ السَّفِيرِ بُرْكِنَ أَفَاسُ فِي الْكُوَيْتِ الرؤساء والحيئات والمنظمات الإسلامية المحلية والعربية والإسلامية قادة التربية والتعليم الإسلامي في بلادنا العِمَّة والدُعَات فلكن سأكتفي لأقول لكم جميعاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فلا يخفى عليكم أن شكر النعمة من أسباب دوامها وزيادتها لقوله تعالى ولئن شكرتم لا زيدنكم إذن فنشكر الله الذي وفقنا لهذا الخير وأي خير أعظم من الاجتماع لتكريم كتاب الله وتشجيع الناس على تلاوته وحفزه وفهمه ولا تزال الإنسانية بخير ما بقي فيها هذا الكتاب الكريم الذي وصفه الله تعالى بأنه ذكر يذكر الإنسان بربه ويذكره بالآخرة ويذكره بالخير ليعمله وبالشر ليجتنبه ووصفه كذلك بأنه نور ينور قلب الإنسان إذا داوم على قراءته وينور قبره وينور له الصراط ليجتازه بسهولة وسلامة ووصفه كذلك بأنه هدى للمتقين يهديهم إلى الله وإلى الجنة وإلى كل خير ووصفه كذلك بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين يشفي أمرادهم القلبية التي لا ينجو أحد في الآخرة إلا بشفائه منها كالكبر والحسد والنفاق إلى آخره كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويشفي كذلك من أمرادهم الجسدية التي استعصد على الأطباء في أرقى الجامعات كما هو مجرب في كل زمان ومكان وهو أيضا رحمة للمؤمنين لن يتخلى عنهم يوم الفزع الأكبر بل يدافع عنهم ويشفع لهم حتى ينجيهم من أذاب النار إذن فلا يستغرب أن يقول لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إنه ترك فينا ما إن تمسكنا به لن ندل بعده ولن نشقى ولن نهلك وهو القرآن الكريم فلا يسعنا إلا أن نشكر الإخوة في مركز فاروق وعلى رأسهم الأخ أحمد ساندو والأخ أمر على إقامتهم لهذا الحفل المبارك وعلى إتاحتهم لنا فرصة المشاركة فيه ونشكرهم كذلك على اختيار الفيدرالي لرئاسة هذا الحفل فهذا دليل على وعيهم وإدراكهم بأهمية الفيدرالية لكونها الكيان الوحيد الذي يجمع شملة جميع مسلمي بلادنا فنحن نشكرهم على هذا التقدير لأن الإنسان يحترم نفسه ليحترمه غيره فنحن إن لم نحترم اتحادنا فمن يحترمنا فمن يحترم هذه الفيدرالية ونشكرهم كذلك على اختيارهم للمملكة العربية السعودية لرئاية هذا الحفل ولا يجدون خيرا من المملكة لهذه المهمة بلد الله الحرام مهبط الوحي ومصوى خير خلق الله والمنطلق الأول للدعوة الإسلامية وأحيي وجود سعادة ممثل سفارة خادم الحرامي لشريفين بيننا ونطلب منه أن ينقل إلى بلاده بسم جميع مسلمي برك في نفسه التحية ملكا وحكومة وشعبا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لأمتنا المملكة لأنها بمصابة الرأس فإذا سلم الرأس فيمكن تدارك ما بقي لأنه سيصمد وسيقاوم وسيصحح وسيصلح أما إذا زحب الرأس فلا أملا زحب كل شيء وفيما يتعلق بمن يعود إيهم الفضل لإقامة هذا المشروع في بلادنا وهم الإخوة في المملكة العربية السعودية الذين يسعون جاهدين لتشغيل هذا المركز ورعايته ودمان استبراريته بتنويلهم قبل كل شيء ولا شك أن نسعيهم مشكور لا منا فإننا لا نملك الكلمات التي يمكن أن نشكرهم بها ولكن من الله تعالى الذي وعدا بأنه لا يديو أجر المحسنين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعن بلادنا وعن ديننا أحسن الجزاء وأن يزيدهم خيرا ليستمروا في خدمة الإسلام والمسلمين كما لا يخفى عليكم أننا في دولة ذات سيادة لها حكومة ولاها قادة فتشكروا حكومتنا وأشكروا قادة بلادنا على كل ما يبزلونه لخدمة هذه البلاد وكل التسهيلات التي يقدمونها للمسلمين سواء فيما يتعلقوا بتوفير العراض لمشاريع الإسلامية أو لتوفير التراخيص اللازمة ومختلف الخدمات التي نتمتع بها باستمرار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لخدمة البلاد والعباد ورجوعا إلى أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات الذين من الله عليهم وعليهن بحفظ كتابه فنهنئهم بهذا الخير وتعرفون أن فائدة حفظ القرآن لا يقتصر على الحافظ بل بسبب حفظه سيشفعه الله في عدد كبير من أقاربه من آبائه وأجداده فهنئا لهم على هذا الخير الكبير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في القرآن الكريم وأن ينفع بهم البلاد والعباد وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس الخلالك كلهم أكفاؤ لا يستوي الجهال والعلماء لا يستوي نبع ترقرق ماءه يروي الأنام وسخرة سماه دوما يموت الجاهلون بجاهلهم والعلمون بإلمهم أحياء تحية وشكرا لشيخنا دوكتور أبوباكت دوكوري كنت أشبه للمسلمين دوكتور أبوباكت دوكوري لو أراد المسلمين أبحت أماكن تسادا قد كانت تردتك تردتك ونسأل ما فيدسل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر يتكلم أن الأمر بالسلام سيوز من إليكم أنه كان الأمر لكي يتكلم أن يكون في الشيء يفقق الأسلام ويذهبوا إلى جعادة خلطي مكتب خلطة الأسهد وهذا ما يفقق الأسلام يتكلم أن تكون على كل تلك الإسلام فأيما يسكن من عندما يكون لا يتكون بالسلام لا يوجد الإسلام ترجمة نانسي قنقر 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 والصلاة والسلام على خير من أرسل رحمة للعالمين أما بعد سعادة قنصل المملكة العربية السعودية سعادة القنصل السوداء الشيخ الدكتور أبو بكر الدكري سعادة الشيخ مشرف العام لمركز الفاروق المدير لمركز الفاروق الشيخ عمر عاقب الشيخ إسماعي الديرا الشيخ هاشم ديمي ممثل الفيدرالية أيها الحضور الكرام الإخوة والأخوات زملاء طلبة العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشرفني أصالة عن نفسي وباسم جمعية حفظة القرآن الكريم في بركينة فاسو أن نرحب بكم مجددا لتلبيتكم الدعوة الموجهة إليكم لحضور هذا الحفظ القريم لمناسبة تخريج الدفعة الثانية عشر لطلاب لحفاظ مركز الفاروق وهذه الجمعية استسعى لتوطيد العلاقة بين حفظة القرآن الكريم في أنحاء بركينة فاسو وكذلك تطوير دائرة العنشطة القرآنية دورات وحلقات ومسابقات فسلاماتي إليكم أصحاب التميز والأفكار النيرة أزكى تحياتي وأجملها وأنداها وأطيبها أبعطها إليكم بكل مد باسم أحبتي وزملائي جمعية حفظ القرآن الكريم تعجز الحروف أن تكتب ما يحمله قلبي من تقدير واحترام وأن تصف مختلج بملء فؤالي من ثناء وإعجاب فما أجمل أن يكون الإنسان شمعة تنير دروب الحائرين أهلاً وسهلاً بالذي نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء أهلاً بقوم صالحين ذوي التقى غروا لوجوه وزينوا كل ملائك رأى الله الأحبة حيث حلوا لهم في القلب مرتحل وحلوا خيول الشوق مسترجة إليهم تبارت حيث ما ساروا وهلوا فالشكر كل شكري لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل الميمون ونخص بالشكر الفيدرالية وكذلك الشيخ فضيلة الدكتور أبو بكى الدكري وكذلك الشيخ إسماعي الدارة وكذلك كل من ساهم في تنظيم هذا الحفل الكريم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجهود المبدولة في ميزان حسناتهم ولساني تاجز أن تؤبر عن مدى الجميل والعرفان الذي بدر منه امتجاهنا ما ينساه إنسان أيها الحضور لن أطيل عليكم وما يسعني في هذا الخطاع هذه الوقفة إلا أن أدوى الله لي ولكم أولا للدفع المتخرجين والمتخرجات أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى في حفظهم لهذا الكتاب الكريم وأن يجعل هذا الكتاب الكريم سببا لنجاحهم في دنياهم وأخرهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزودنا الله من تقواه ومن النار يقينا وللفضيلة يهدينا وبالجنة دعانا يدعونا وجعل الفردوس معوانا أسأل الله الذي دمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة عالية قطوفها دانية طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوات من الجنة منزلا أسأل الله من نبيا ماليه السلام والسلام وللور قوري صلى الله من نبيا ماليه السلام القهد السعودية المملكة العربية السعودية العربية السعودية مسؤولة حمبكاتي السفيرينينا لابوانديق هو ننجس طمنا وكذلك اللبن ديكتة بوسم أمبوهده ألين دوكتور دوكري وهي تنفاق كرسام خاسنه لالليه أمبوهده شيخ إسماعي ديرا لالليه أمبوهده شيخ أحمد صنوو والمركز المسرف وكذلك اللبن ديكتة مودي الشيخ أمار burger وهي تنفاق كرسام لبياده قوهده سودان تنسولة عمبكاني عليكتة بسيقاشة ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إن الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كالذين نسوا الله فانساهم عنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متزدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضعبها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي وفقنا إلى هذا الخير فقط ملاحظة بسيطة عن الدفعة التي نحن الآن احتفلنا بها هذه الدفعة تميزت بزيادة في المواهج ولعل أول دفعة نمارس عليها هذه الدفعة كنا نهتم بتحفيظ القرآن فقط أما هذه الدفعة من سنة أولى تابعناها في مفردات القرآن فهي تسمع الكلمة ومعناها كما تسمع الآية فهم مؤهلون أيضا في معرفة كل مفردات القرآن لا لا نعم 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 السلام عليكم ويقولون 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 وركبو ترجمة نانسي قنقر هيئة التدريس وفي مادة القرآن هم يختبرون الطالب خلال كل شهر حتى يصل إلى العام الأخير ثم يمنحونه شهادة هذا الأمر في الحقيقة الناس تعجبت منه الهيئة المسؤولة في جدة تعجبت هل معقول كل الطلاب الذين يدخلون عندكم يحفظون تخرجون كل سنة عشرين أكيد يكون طالب ضعيف طالب لم يحفظ لماذا ترفعون العلد كاملا كل سنة فقالوا نحن مسؤولون من امتحان الطلاب هذا العام وأجريا لهم الامتحان عبر التلافون من مشايخ من جدة والحمد لله يتازع كل الطلاب الامتحان في جدارة بالعدادى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا نانسي قنقر 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 بسم الله الرحمن الرحيم نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر تعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة